اهلا بكم حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيها عن النصايح وتوقعات وتحذيرات للسنة الجديدة النهاردة هنتكلم عن اول برج نيري هو برج الحمل مبارح ارادي عملنا برج العزراء وبرج العقرب هتلاقيوهم موجودين ارادي في الانستجرام وتنقلو كمان على الفيسبوك بليز عايزاكو في البداية تقولولي لو انتو برج الحمل كانت ازاي سنة 2020 معاكو واخبار سنة 2020 معاكو اكتبولي تحت هاوز 2020 بنسبالكو خلونا نبتجي اول حاجة برج الحمل انا عارفة ان سنة من اول 2018 والدنيا ما كانتش في افضل احوالها خالص مع برج الحمل بالعكس برج الحمل مر عليه تحديات كتيرة جدا حياته العطفية وحياته العملية وحياته كمان المادية يمكن كانوا من اصعب السنين العجاف او اللي هقول كانت سنين كبيسة جدا على برج الحمل سنة 2018 وسنة 2019 و2020 يمكن في اواخر 2020 الدنيا بدأت تصبط معاك شوية عاطفيا بدأت تصبط معاك عمليا بس كان عندك تحديات كتير جدا في العمل وكان ممكن يكون فيه عكوسات كتير جدا ضدك وخصوصا كمان في موضوع الاموال ممكن تكون اكتر ثلاث سنين اتزنقت فيهم ماديا يا برج الحمل وسبيشري 2020 كانت سنة صعبة جدا جدا على برج الحمل عايز اقولك ان ان شاء الله بإذن الله سنة 2020 هتبدأ تفتح زراعيها لك يعني هتبقى ان شاء الله انطلاقة جديدة بالنسبة لك يا برج الحمل انا شايف ان هي سنة مليانة تقدم مليانة نجاحات مليانة ازدهار مليانة راحة نفسية يعني هيبقى عندك راحة نفسية هيبقى عندك اخيرا حتتخلص من الضغوطات المادية والضغوطات العملية والضغوطات اللي ممكن تكون سيطرت على حياتك اخر سنتين شايف ان فيه عوائق كتير هتبدأ تختفي من حياتك مشاكلك الصحية هتقل كتير برج الحمل سنة 2019 كان عنده وعكة صحية قوية جدا وبرضه في 2020 ممكن يكون عندك الام كتير في حاجاتها علاقة بالعظم او العضلات او عملت عملية كبيرة او يعني الحمل كان صحيح عنده ازمات كتيرة جدا فانا شايف هدلوقتي هتبقى سنة فيها شعور بالارتياح والراحة والطمأنينة كأن عقد ومشاكل وضغوطات هتبدأ تختفي شيئا فشيئا يعني الموضوع يبدأ gradually او بالتدريج يختفي من حياتك انا حاسة ان انت كأنك بتخلص سنة 2020 وانت بتتخلص من الناس الملهاش لازمة في حياتك يعني انت هتنظف الطاقة بتاعتك وهتنظف الشقرات اللي حواليك قردي في نهاية 2020 كأنك هتنسك كل الناس اللي في حياتك ده اوكي ده لا ده اوكي ده لا هتبدأ تفلتر الناس الموجودين في حياتك فعشان كده انت داخل 2021 وانت قريدي تخلصت او بتعبت عن ناس كتيرة جدا انت شايف الناس دي كانوا سلبيين في حياتك او كانوا ملهومش لازمة او كانوا عوائق ليك في حياتك فهي سنة التخلص من جميع جميع العوائق اللي موجودة في حياتك يا برج الحمل هتتعلموا كتير جدا جدا من سنة 2020 على وكرة يمكن مش دايما يقولولكم الخبطة اللي ما بتموتش بتعلم انا شايفة ان انت عد عليك ناس كتيرة دولك دروس في الحياة يعني سنة 2020 بالذات تعلمتك دروس كتير نفسية ودروس في الناس اللي حواليك وعايز اقولك ان انت كمان ممكن سنة 2021 للأسف دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تؤثر تبقى تأثير 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 عليك سلبي هو موضوع علاقاتك الاجتماعية وقصدقائك يعني ممكن الناس هتخزلك سوريا جماعة الناتورك بتقطة فانا شايفة ان في حاجات كتيرة هتشتغلوا فيها على نفسكو هتعملوا تطور لنفسكو عندكو فرص كتير جدا حاولوا تستغلوها يا برج الحمل يعني فرص في العمل او فرص مشاريع خاصة يعني انا بشجاكو على المشاريع الخاصة سنة 2021 ويبقى عندكو نجاحات في المشاريع الخاصة اللي انتو ممكن تعملوها كمان في العمل شايفة ان فيه دعم من رؤسائك في العمل دعم من مدرينك دعم من زملائك في العمل وسبيشل ان كان عندك مشاكل كتير جدا جدا يا برج الحمل سنة 2020 في الشغل يعني بند الشغل عندك كان فيه ضغوطات كان فيه مشاكل كان فيه عدم توفيق ممكن كنت اتظلمت كمان في شغلك بس سنة 2021 كأن حقك هيرجعلك كأنك هتسترد نفسك وبقوة هتسترد يعني سمعتك او هتسترد الكلام اللي بتقال عنك مش كويس هتسترد وهترجع اقوى بكتير جدا وعندك دعم قوي جدا جدا اي مشاريع مستقبلية زي ما قلت اللي بشجع عليها لان هيبقى عندك دعم قوي جدا في كل المشاريع اللي عندك زي ما قلت الحاجة الوحيدة اللي ممكن هتبقى مؤسرة علاقاتك الاجتماعية ممكن ديبقى فيها تأثير سلبي شوية يعني زي ما قلت فيه ناس كتير ممكن تغزلك يا برج الحمل وانت دايما يعني طبعا تخط ثقتك في ناس يعني حاول ان انت تركز في ثقتك انت بتديها لمين لان شايفة ان ممكن خزلات قوية هتأثر عليك نفسيا بس يا برج الحمل نصيحتي لكم ان انتم ما تزعلوش لو حد خرج من حياتكو بصوا هقولوكو على حاجة اتعلموا دايما ان الشخص اللي يخرج من حياتكو ده ويقرر يبعد عنكو هو شخص لا يستحق الوجود في حياتكو وانتو اصلا يا برج الحمل برج كرمتكو وفوق المستحيل فانتو عادة مش بتتمسكو اطلاقا بحد مش باقي عليكو ودي حاجة كويسة جدا جدا في برج الحمل وانا بحباه في برج الحمل انه برج الحمل من الابراج اللي كرمته فوق اي حاجة في الحياة فعايز اقولك لو حد قرر يمشي نقوله مع السلامة وهيجي احسن منه 2 و 3 و 14 انت يا برج الحمل شخص اصلا لطيف وشخص ظريف واكيد يعني الناس تبقى مبسوطة وهي موجودة معاك وما بتبقاش مدايقة اطلاقا لان انت بتبديهم باور بتبديهم طاقة ايجابية وانت كمان هقول السنة دي هي سنة الطاقة عندك طاقة عندكو صفر عندكو في ممكن تنقلات من بلد لبلد ممكن تبدأوا دراسة جديدة او عندكو ممكن تبدأوا تعملوا تبدأوا تعملوا ورق هجرة او تاخدوا جنسية اخرى برضو في اوبورتينس كبيرة جدا المشاكل حالتك المادية في اول السنة ممكن تبقى اون اوف اون اوف يعني شوية معاك فلوس وشوية تصرفها شوية معاك فلوس وشوية تصرفها بس من نص التاني او ابتدايا من شهر مايو الدنيا هتبدأ يعني عندك مايو جون وجولاي دول سنة الانتعاش المادي بتاعك يعني انا عايز اقولين سنة 2000 من سنة 2018 وبرج الحمل مادية يعني كان عنده الاتزامات مادية كتير جدا او كان ممكن يكون كان بيجي لك فلوس بس مثلا كان بتتصرف او كانت بتصرف حاجات يعني عندك مصاريف كتير بالرغم ان كان بيجي لك فلوس بس كان المصاريف اكتر عشان كده الحمل من الابراج اللي كانوا عندهم مشاكل كتير قوي قوي عمليا شايفة ان انت عندك تميز قوي في عملك وعندك هتكون انسان مبدع انا شايفة في تعاون كوني معاك يا بورج الحمل زي ما قلت القصة الوحيدة اللي عايزاكم متحفوش منها هو يعني شايفة ان عندكو صحيا كمان في تحسن صحي قوي جدا جدا لاني شايفة انرجاتك وطاقة وشغل ونجاحات وانا شايفة ان الصحة افضل بكتير جدا جدا زي ما قلت قبل كده افضل شغور لك شغور الصيف شغور الصيف مديا او عمليا هيبقى فيه نعناشة فيها يعني من اول خمسة ستة سبعة تمانية وتسع كمان هيبقى عندك ازدهار كده ازدهار مادي وازدهار عملي ماليا شايفة برضو يعني شايفة افضل من 2020 طبعا 2020 دي مالها ازاي جمعة مالها ازاي ممكن بس يبقى عندك تردد شوية في ان انت تاخد القرارات ودي حاجة خلوة يعني شايفة ان ده نوع من انواع الحكمة نوع من انواع السبات الانفعالي انت منقصة متسرع بورج الحمل واندفاعي فان انت يكون عندك تردد دي هتديك باور كويسة يعني وحاجة كويسة بصراحة انا بشجعكم ان انتوا تاخدوا بالكم من بجد من اي حاجة لها علاقة باخص القرارات يعني اي حاجة لها علاقة باخص القرارات حاولوا تكونوا مركزين فيها اكتر حاولوا تكونوا مشجعكم على الحكمة كده والتريث والتأني يا جماعة الصبر يا برج الحمل يعني لو اعايز اعلم برج الحمل حاجة في 2020 عايز اللونكو الصبر طيب الفترات اللازم ناخد بالنا منها اللي هو من نص مايو لحد نهايات يوليو او بدايات اغسطس ممكن تكون فترة كده مش موفق فيها حاول تبتعد عن اي بقى اي حاجة قرارات او اي مغامرات فيها طيب تعالوا بقى نتكلم عن عاطفيا برج الحمل عاطفيا ممكن اه هتتكلم اول حاجة على المرتبطين او المتجوزين هذا كده نتكلم عن السنجلس المرتبطين سنة 2020 كانت سنة كبيسة بالنسبة لهم كان فيها مشاكل او متجوزين كمان او مخطوبين بقى كانت سنة فيها مشاكل كتير سبيشالي اخر ست شهود كان فيه خلافات واخناقات وشك وغيرة ممكن كان فيه رغبة في الانفصال لا انا عايز اقول ان الدنيا هتبقى اهدى في بدايات 2021 هيبقى فيه خروج ومشاركات وخروج عن المألوف ممكن يبقى فيه ups and downs بس شايفة ان انت هتبقى اكثر نوت جنف علاقاتك الزوجية وفيه هدوء فيه قلة عصبية هتتخطوا الصعوبات اللي كانت سنة 2020 الناس السنجلز شايفة ان ممكن يجيلك فرصة الارتباط في النص التاني مش في النص الاولاني النص الاولاني ممكن ييجي فرصة بس انا شايفة الفرصة اكبر للارتباط الناس السنجلز من برج الحمل او المش مرتبطين انا شايفة الفرص في الارتباط هتبقى في النص التاني بس انا شايفة في النهاية برج الحمل انا شايفة ان سنة 2000 21 هي سنة جميلة أو سنة حلوة سنة مليانة طاقة سنة مليانة نجاحات مليانة تفوق ما تخافش إطلاقهم من سنة 2021 أنا أعتقد أنت هتبقى من الأبراج المحظوظة والأبراج اللي بتكتب لك بتكتب لك نجاحات يعني قوية جدا جدا بس اشتغل على نفسك يعني الكون هيدعمك ربنا سبحانه تغيرها يقف جامعك يبقى عندك حظوظ عندك فرص استغل الفرص حتى كمان في دعم قوي جدا جدا من رؤسائك من صملائك لو كان عندك مشاكل صحية لا شايفك صحيا أحسن مليان أحسن عطفيا في استقرار أكتر فجود لك يا برج الحمل أنتوا من الأبراج اللي أنا بعشقها يا جماعة أنا من أكتر أكتر الأبراج اللي بحبها في حياتي هي برج الحمل عندي صحاب كتير جدا برج الحمل بس فريند أسمى وإيمان صاحبتي وناهي صاحبتي عندي صحاب كتير برج الحمل بحبهم جدا جدا ودايما أنا مع برج الحمل فبحبوكو جدا قلولي يا برج الحمل إيه أكتر أمنية بتتمنوها سنة 2021 والحاجة اللي أنتوا نسوكو تحققوها تحت في الكامنز تانكيو بحبوكو جدا جدا وبي باي مع صلاة